تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح بذل جهودها من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في السلوم وفي إطار ذلك وصلت عشرون رأسا من الأبقار للزبح وتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا في كل المنسد براني والسلوم وإتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة التي تبزلها في محافظة مطروح في حضور عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية كما تتوجد مؤسسة حياة كريمة في العديد من المبادرات على رأسها مبادرة تمكين الاقتصادي للأسر المستحقة